أهلا بكم فاز أردوغان بولاية جديدة رغم الضغوط الغربية لإسقاطه ما قد يتيح له هامشا واسعا من الحرية في رسم سياساته الخارجية انطلاقا من لعبة التوازن بين الأقطاب الدوليين والقوى الإقليمية فكيف سيؤثر ذلك على المحيط من الدول والملفات نبدأ من سوريا الجارة العلاقة مع دمشق هي التحدي الأبرز أمام أردوغان ولسيما أنه ملف يطال كل المنطقة وفي المقدمة الشريكان الروسي والإيراني كما يطال واشنطن من بوابة وجودها العسكري في الشمال السوري وتعرضه مع المصالح التركية طريق عدة العلاقات بين البلدين بدأ تعبيده برعاية روسية إيرانية لكن هل سيكمل أردوغان ما بدأه لينتهي بلقاء مع رئيس بشار الأسد أم أن مسار التطبيع ستعرقله الشروط المتبادلة التي ما تزال في مرحلة النقاش الصعب أما الثلاثي الروسي التركي والإيراني فهو باق ولا مؤشرات عكس ذلك خصوصا أن إيران وروسيا من أكثر الدول ترحيبا بعودة أردوغان والعلاقة بين الثلاثي تتقدمها المصالح الاقتصادية فيما نجحت الدول الثلاث في تحييد المصالح البينية عن العلاقات السياسية بقاء أردوغان المشاهدين لم يعد مصدر قلق للكثير من الدول العربية بعد المصالحات الأخيرة وفوزه يأتي بعد مرحلة ترتيب الأجواء مع الإمارات والسعودية وكسر للجليد مع مصر وإن كان الملف الليبي يشكل نقطة خلاف كبيرة إضافة إلى الغاز في شرق المتوسط السؤال الأبرز يبقى بشأن السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية فبينما لأنقرة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب تعلن في الوقت نفسه دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني فأي ميزان ستزين به تركيا علاقاتها مع إسرائيل والفلسطينيين والعرب ترجمة نانسي قنقر